صباح الخير يا حلوين النهاردة فيديو هنكمل مع بعض البرتريهات اللي احنا بنعملها البرتريه النهاردة بسيط وسهل ما تنسوش وحبتوه تضغطه على لايك وتدعموني وكمان تفعلو جرس الاشعارات علشان تشوفو الفيديوهات الجديدة وبس كده يلا نبدأ الادروات اللي احنا محتاجينها هنحتاج اقلام رصاص وكمان هنحتاج لأي استيكا وهنحتاج لألم دمج وطريقة صنع وهسبها لكم في صندوق الوصف وهنحتاج اختياري ألم خشب لون روز علشان نعمل الوردة اللي على شعر البنت وهنحتاج برضو اختياري ألم ماركر دهبي علشان نعمل الطوق اللي هي لبساه وبس كده هنبتدي الرسمة اول حاجة هنعملها هنحط خطين فوق وتحت علشان نحدد اطراف البوتري وبعدين هنقسم الخطين دول لتلات اجزاء متساوية وبعدين هنيجي من على الطرف ونقوم رسمين خط طالع لبرا شوية علشان نعمل الجبهة وهنروح على جوة شوية علشان نعمل الحتة بتاعت العين وبعدين هنرجع تاني على برا علشان نعمل الخدوط وهننزل على تحت كده ونخش على جوة علشان نعمل الفتح وبس كده ده الاوتلاين بتاع البوتري شبه الجانبي هنعمل برضو شوية خطوط ممواجة كده على الاطراف علشان نحدد الشعر وبعدين هنعمل كمان وردة كده على الشعر وردة بسيطة جدا اوتلاين بسيط لو حاببت تعمل شكل وردة تاني تقدر تطلع اي شكل من جوجل وترسمه بعد ما عملنا حدود البوتري هاجي دلوقتي بقلم رفيع وابتدي اعمل الحواجد بنعملها بقلم اتش بيه علشان تطلع خطوط رفيع وبردو بندمج الخطوط دي شوية علشان الشعر يبان شكله طبيعي وهنأكد على الخطوط دي بالقلم الاتش بيه او بقلم تو بيه اي حاجة برحتك المهم ان هو ده شكل الحواجب في الاخر بننزل تحت الحواجب شوية وهبتدي اعمل الخط بتاع الجفن العلوي وفوق الخط ده هنعمل خط كمان علشان نبين السمك بتاع الجفن وهنرسم دايرة مشطوفة من فوق علشان نحدد القزحية بتاعة العين وبقلم دغكتو تو بيه تقيل شوية هنبتدي دلوقتي نحدد الخطوط اللي احنا عملناها ونأكد على المناطق بتاعة الظل وهنطلع شعارات صغيرة كده من الجفن السفلي علشان نعمل الرموش بعد ما خلصنا العين بالقلم الماركر الدهبي هاجي على الطوق اللي البنت لابساه وهبتدي احدده بالدهبي وبعدين هطلع ورق شجر كده من على الاطراف بتاعة الطوق ممكن انت تطلع اي شكل انت عايزه مش لازم ورق شجر بس انا شايف ورق شجر شكله رطيف فهذا اللي انا بعمله وطبعا لو ما فيش لون دهبي عندك عادي جدا انت تعمله بالرصاص برضو هيطلع شكله حل دلوقتي هننزل تحت العين دا شوية وهنبتدي نحدد الفتحتين بتوع الانف وطبعا بنظللهم غامق علشان الفتحتين بيكون لونهم اسود جدا وعلى الطرف بتاع الانف هنبتدي برضو نعمل خطين كده رفيعين علشان نحدد الحدود بتاعة الانف وهنبتدي نظلل الانف من تحت هنديه شوية ظل وهنأكد برضو على الفتحتين بتوع الانف ان هما يكونوا سود جدا وبس هو كده الانف خلص هنيجي بقلم الدمج تحت الانف ونبتدي نعمل ظل كده عشوائية علشان نحدد شكل الشفايف ولما نحدد موقع الشفايف وشكلها هنيجي دلوقتي نعمل خط فوق وخط تحت علشان نحدد الاطراف وبعدين في النص هنبتدي نعمل الفتحة بتاعة الشفايف هنبتدي شوية ظل للشفايف الزيت على الحتة الشمال اللي هي بعيدة عن الاضاءة وبردو ناحية الشمال من الفكة هنبتدي هكده شوية ظل بعدين هنيجي دلوقتي على الحتة بتاعة الرقبة وهنظللها جامد جدا لان الفك السفلي منزل ظل جامد على الحتة دي فدايما بتكون منطقة غمقة في البوتري هنيجي دلوقتي على الوردة اللي البنت حطها في شعرها وهنظلل الاطراف بقلم الدمج شوية انا عايز اعمل الوردة بيضة بس برضو هنحط لها شوية ظل علشان يطلع شكلها حل واختياري ممكن نحط لون روز في النص ونخففه كل ما اطلعنا على برا علشان يعمل تدرج للابيض وزي ما اتفقنا موضوع الروز والذهبي ده اختياري لو عندك لو ما عندكش وعايز تخلي كل رصاص برضو هيطلع حلو في الاخر ومفيش اي مشاكل موضوع الرملك موضوع الرسم موسوع الرسم موسوع الرسم إلي Healthcare موسوع المنزل خطوط منحنية كتير في الحتة بتاعة الشعر علشان نبتدي كده نعمل يعني التموجات الأساسية بتاعته وبقلم الدمجة هدمج الخطوط الأولية اللي احنا عملناها بعدين بالقلم التوبي اللي هو غامق شوية هبتدي أكد على الخطوط اللي احنا عملناها وأصهر الشعر أكتر وأخلي فيه ظل أكتر وبعد ما غمقنا الشعر بالقلم التشبيل اللي هو فاتح شوية هبتدي كده أدخل شعر في البورتري يعني علشان يبان التأصفات بتاعت الشعر ويطلع شكل واقعي أكتر وبس كده هذا الفيديو يارب يكون حبيته وعجبكم أشوفكم إن شاء الله في الفيديو جديد السلام عليكم